انطلاق مسافة الميل وربع الميل رفعت الرأي البيضاء لحظات قليلة فتحت البوابات اذا مشاهدين الكرام لاندفاع جياد وافراس المستورد عمر الاربع سنوات فاكثر بمختلف درجاتها متنافسة في هذه الانطلاق على جازة عبدالله بدريب السبعي ارحمه الله احد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبدالعزيز طيب الله ثرى الانطلاق تبدأ من هيلستريت في المركز الاول الان من الخارج مع هذه الاندفاع المميزة وايضا التقدم المميز يأتي في هذه الاثنان من كابتيفتي في المركز الاول من الداخل ومن الخارج المحاولات مع هيلستريت فيما المركز الثالث على ما يبدو لتوايس بيتين في المركز الثالث وايضا جونيور دياري في المركز الرابع المركز الخامس مشاهدين الكرام مع ساينزاب في هذه الانطلاقة المثيرة لالجياد والافراس المستوردة في ماء المقدمة اصبحت الان مع هيلستريت من الخارج في المركز الاول وكابتيفتي في المركز الثاني محاولات من توايس بيتين للتقدم في المركز الثالث الآن وجونيور دياري في المركز الرابع هيلستريت ابنستريت كراي يتقدم بكل قوة للمركز الاول الاقتراب لعلامة الستمائة متر مشاهدين الكرام والمنافسة المثيرة التي تجمع الجياد والافراس المستوردة عمر الأربع سنوات فأكثر بمختلف درجاتها جونيور دياري هيلستريت يتقدم بكل قوة ما شاء الله تبارك الله هذا الحصان الاشقر يوسع الفارق مع الاربعمائة متر الاخيرة ويتقدم بقوة ما شاء الله تبارك الله للمركز الاول وبفارق كبير من الاطوال المائتين متر الاخيرة هيلستريت القادم من ايرلندا يتقدم بكل قوة محاولات تأتي من جونيور دياري ولكن قد قضي الأمر لهيلستريت ألف مبروك مشاهدين الكرام لنواف صقر الميموني